من ناحية أخرى وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 484 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 89 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 63 طن وأما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 111 قضية خبز ناقص الوزن و 105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 186 طن